وسعت وزارة السكن والعمران من قائمة المستفيدين من صيغ السكن العمومي والإعانات المالية المباشرة من السلطات العمومية رغم وجودهم تحت إشارة إيجابي في البطاقية الوطنية للسكن أو في قواعد البيانات المرجعية الأخرى لعدم إخضاع بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين للمراقبة في البطاقية الوطنية للسكن وقال وزير السكن الجديد كمال الناصري إنه يمكن للمواطنين الذي يمتلكون أو سبق لهم امتلاك أراض أو سكنات في إطار شيوع الاستفادة من مختلف برامج السكن وفق شروط محددة وأفاد الوزير في رده على سؤال كتابي لنائب برلماني تحوز الشروق نسخة منه حول تحديد شروط الاستفادة من سكن اجتماعي ومن قطع أرضية وكذا إمكانية تحديد نسبة المساحة الأرضية التي تؤهل أو تقصي طالب السكن أو القطعة الأرضية فإنه يحق لبعض الفئات المستفيدين من أملاك عقارية بهبة أو ميراث بشيوع الحصول على سكن عمومي في مختلف الصياغ بما فيها السكن العمومي الإيجاري وأفاد ذات المسؤول أن بعض الفئات أصبحت مؤهلة للاستفادة وبصفة استثنائية من دعم الدولة ومنهم فئة مالك قاع أرضية في الشيوع وأن الفئة الأولى تخص مالك بناية في الشيوع وأوردت المراسلة أن المالكين الذين يمتلكون بناية في الشيوع ومساحة حصتهم تقل أو تساوي 70 مترا مربعا فإن هذه المساحة توافق مبدأ عدم امتلاك عقار ذي استعمال سكني يعادل السكن أما الفئة الأخرى التي تؤهلها وضعيتها للحصول على سكن عمومي أو دعم مالي فتخص مالكي قطعة أرض في الشيوع حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة من طرف المالكين لقطعة أرض في الشيوع على مستويين ويخص الأولى ولايات الشلف وبجاية والبليدة وتلمسان اضافة إلى من يملكون على شيوع حصة تبلغ مساحتها أو تقل عن 120 متر مربع بالنسبة للبلديات التي تتواجد في عاصمة الولاية وتقل أو تساوي 150 متر مربع بباقي البلديات وفي الولايات الأخرى يتيح الإجراء للأشخاص الذين يمتلكون أملاكا على شيوع تقل أو تساوي مساحتها 200 متر مربع أما بخصوص الميراث العقاري الموروث في شيوع فأوضح الوزير بأنه تمت معالجتها في إطار المنشور الوزاري واحد المؤرخ في 8 أفريل 2018 والذي تضمن عدم إخضاع بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة في البطاقية الوطنية للسكن موسيقى موسيقى